موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين الشوق حركني بغير تردد والشعر أبحر في غرام محمدي فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره نكفى الهموم ونهتدي وإلهنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمدي أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال بمنه وكرمه وفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه نتحدث اليوم إن شاء الله رب العالمين عن وصية الله للأولين والآخرين ووصية الله للأولين والآخرين هي التقوى قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله عز وجل دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن إذا ما خلوت في ظلمة بريبة فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب غفلنا لعمر الله حتى تراكمت علينا ذنوب بعدهن ذنوب فياليت الله يغفر ما مضى ويأذن في توبتنا فنتوب تقوى الله عز وجل كما عرفها طلق ابن حبيب رضي الله عنه هي أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل تقوى الله سبحانه وتعالى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره وجتنا بنواهيه تقوى الله سبحانه وتعالى هي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر تقوى الله سبحانه وتعالى ليست بأثواب تزيننا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن التقوى قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام قد تجد اليوم إنسانا فقيرا معدوما ولكن بصلاحه وتقواه لو أقسم على الله سبحانه وتعالى لأبره فمقاييس رب البشر ليست كمقاييس البشر نحن نفرق بين الناس على أساس المظهر وعلى أساس المال والله سبحانه وتعالى جعل التقوى مقياسا للتفاضل بين الناس فقال الله عز وجل إن أكرماكم عند الله أتقاكم إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قال الله عز وجل يا عبادي لقد وضعت نسبا ووضعتم نسبا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره كم من أشعث أغبر ذي طمرين أي له ثياب رثة قديمة مدفوع بالأبواب أي لا يؤبه له ولا يلتفت له لو أقسم على الله عز وجل لأبره أيها الإخوة والأخوات إذا كان الإنسان من المتقين فإن الله سبحانه وتعالى سيحبه قال الله عز وجل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وإذا أحبك الله عز وجل أكرمك وسددك ووفقك وأعانك قال الله عز وجل في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أصبحت جوارحك معصومة من الزلل موفقة لصالح العمل وأصبحت ترى بنور الله عز وجل هذا علي بن وبي طالب رضي الله عنه يرى فيما يرى النائم كأنه يصل الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في زمن خلافة عمر صلى الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج من المسجد فوجد مرأة بيدها طبق من تمر قالت له يا علي خذ هذا الطبق وأعطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوزعه على أصحابه أخذ الطبق وأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ووضعها في فم الإمام علي فقال علي رضي الله عنه زدني يا رسول الله واستيقظ من منامه فوجد المؤذن ينادي لصلاة الفجر كما كان يرى في منامه خرج لأداء الصلاة بعدما أكمل صلاته خرج من المسجد فوجد مرأة بيدها طبق من تمر وقالت له يا علي خذ هذا الطبق وأعطه لعمر حتى يوزعه على أصحابه أخذ الطبق وأعطاه لعمر فأخذ عمر تمرة ووضعها في فم الإمام علي فقال له زدني يا عمر فنظر عمر إلى علي رضي الله عنه وقال له والله لو زادك رسول الله لزدناك يا علي فتعجب علي رضي الله عنه وقال يا عمر أغيب أم وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو غيب ولا وحي ولكن من أسلم قلبه لله أصبح يرى بنور الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات إذا كنت من المتقين يا ابن آدم فإن الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين إذا كنت من المتقين يا ابن آدم فإن الله سبحانه وتعالى ينجيك من الأهوال قال الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون إذا كنت من المتقين يا ابن آدم فإنك قد تزودت أفضل زاد قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد أيها الإخوة والأخوات بيّن علي رضي الله عنه أركان التقوى فقال التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل العمل بالتنزيل أن تعمل بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أين نحن من هذا اليوم الركن الثاني الخوف من الجليل أن تخاف الله سبحانه وتعالى حق الخوف في حلك في ترحالك في صحتك في سقمك في فقرك في غناك لا بد أن تخاف الله عز وجل الركن الثالث القناعة بالقليل أن تقلع وأن ترضى بما آتاك الله سبحانه وتعالى الركن الرابع الاستعداد ليوم الرحيل تأهب للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت من غير زادي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين بمنه وكرمه وفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا إننا على العهد ندعو في سبيل الدين المطهر فاشهد ألهم الختم بالشهادة عبداً قلبه مفعم بحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر